السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي طبعا في بداية أعتدر عن الإضاءة فقط لأن الكهرباء مقطوع وأقوم بالتصوير باستخدام فلاش الهاتف أو شحن الهاتف الذي اقترب من الانتهاء الأعموم في هذه الحلقة سأقول لكم حل المشكلة أن الشاحن لا يشحن أو هذا الملحق غير مدعوم عندما تقوم بتوصيل الشاحن بهاتف كآيواز سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود V الطبع السبب الأول والذي يجعل أن الشاحن غير مدعوم أو أن الشاحن لا يشحن هو بأن الشاحن ربما يكون متسخ فوجب عليك تنظيف الشاحن وأيضا تنظيف المنفذ أو البورت الموجود في هاتفك آيوز ربما كان متسخ فأنصحك باستخدام عود تنظيف الأودان وتنظيفه جيدة من الداخل حتى يعني ربما تكون الغبرة طعيغ أو صيار الكهربائي وبالتالي وجب عليك تنظيفه المشكلة الثانية والتي تسبب في عدم الشاحن هي بأن ربما تكون الخيط يعني يوجد بها تقطعات من هذه الجهة يعني من جهة الـ USB أو من الجهة التي تقوم بشحن من خلالها فعندما يوجد بعض التقطعات النظام نظام آيوز الموجود في هاتفك يرفض هذه الشاحن حتى لا تسبب في مشاكل الهاتف انبعات كميات متقطعة أو غير متزينة من التيار الكهربائي تسبب في تعطل الشاحن أو تعطل يعني الشاحن ولا يصل له الطاقة الهاتف حتى وإن كان يعني يشتريت خير جديدة أو شاحن جديد فلن تتمكن من الشاحن وبالتالي سيتعطل حتى الهاتف والنظام له يعني دكاء يمكنه من معرفة هذه المشكلة فلا يقبل هذا الشاحن فوجب عليك تغيير هذا الشاحن المشكلة الثالثة وهي ربما يكون الشاحن غير أصلي فوجب عليك استخدام الشاحن الذي يأتي مع العلبة الخاصة بهاتفك مثل الايفون أو الايباد أو الايبود أو الملحقة بالجهاز لأنها تكون مدعومة ومصنعة من شركة أو الفشاحن المقلد أو الغير أصلي ربما يشحن لك هاتفك ولكن مع مرور الوقت سوف يتوقف وربما أيضا يعطل لك هاتفك بالكامل فوجب عليك استخدام الشاحن الأصلي الذي يأتي مع العلبة الخاصة بهاتفك المشكلة الرابعة هي ربما يعني تكون بعض يعني يعني لا نعتبرها مشكلة ولكن عند تجربتك لمقبس تيار فإن هذا المقبس لا يتجاوب معك ولا يشتغل وربما أيضا كانت يعني المشكلة من المقبس الذي تقوم به تركيب اليو اس بي بداخله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر